اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مثل هذا الوقت من العام وايضا الموجة الحارة مستمرة خلال الايام القادمة كالعادة صور الاقمال الصناعية الملتقطة خلال ساعة صباح اليوم توضع خلوع مناطق المملكة من الغيوم باستثناء بعض الغيوم العالية التي عبرت اقصى شرق المملكة هي ناتج عن تدفق كميات من الرطوبة في طبقات الجوال العالية يتوقع خلال الساعة القادمة خلال الساعة العصر من نهار اليوم أن تتشكل بعض الغيوم متوسطة الارتفاع قد تعملوا ترزخات راعدية من الأمطار في منطقة البادي وأيضا المنطقة الشرقية تكون خفيفات الشدة بالمجمل ننتقل الآن إلى أخرى توزيع الكتلة الهوائية من يوم الاثنين إلى يوم الخميس يلاحظ استمرار لسيطرة الكتلة هوائية شديدة الحرارة في منطقة بلاد الشام وشرق البحر بالمتوسط وشمال المملكة العربية السعودية وشمال منطقة البحر الأحمر هذه الكتلة الهوائية الحارة هي التي عملت على تشكل هذه الموجة الحارة على المملكة ارتفاع كبير على درجات الحرارة بالتالي الطقس الحار المرهق مستمر خلال الأيام القادمة بالرغم الانخفاض القليل على درجات الحرارة خلال يوم الثلاثة والأربعة بالتفاصيل الأكثر ننتقل الآن إلى خراءة توزيع درجات الحرارة السطحية من يوم الاثنين إلى يوم الخميس يلاحظ استمرار لسيطرة للتقس الحار والشديدة الحرارة والمرهق خلال ساعة النهار في عموم المناطق أما ليلا تكون درجة الحرارة أيضا مرتفعة تقس حار نسبيا أيضا في عموم المناطق لكن خلال ساعة الليل يتوقع أن ترتفع نسبة الرطوبة والتالي يزيد الشعور بالحرارة أيضا خلال ساعات النهار من يومي الثلاثة والأربعة ترتفع نسبة الرطوبة مما يزيد أيضا الشعور بالحرارة لكن اعتبارا من يوم الخميس يتوقع أن تعود درجة الحرارة من جديد للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام بحوالي 10 إلى 12 درجة مئوية والتالي درجة حرارة أربعينية في عموم المناطق مجددا أذهب الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة حيث يسود تقس غائم جزئي مع 25 درجة مئوية أما بالنسبة الثلاثة أيام القادمة يوم الثلاثة تقس حار مع 36 درجة مئوية أما الصغرى 24 يوم الأربعة 37 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 26 ويوم الخميس ترتفع مجددا درجة الحرارة تلامس لأربعين درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 25 درجة مئوية في نهاية نشرتنا نستعرض إياكم هذه التوصيات في مثل هذه الظروف الجوية حيث ينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس ولفترات طويلة وينصح بالإكثار من شرب السواء الباردة والمرطبات على مدار اليوم وينصح أيضا بعدم بذل الجهد البدني في الخارج في مثل هذه الظروف الجوية بهذا ننهي نشرتنا نتمنى السلامة للجميع وإلى اللقاء اشتركوا في القناة